طبعا كيف يمس بدي أميز بين لام حرف الجر و لام الفعل المضارع منشوف اللام متصلة بإيش حسا كلمة تسخين وتزويد هي أسماء طب ميس بتتذكروا لما كنا نميز بين الاسم والفعل منضيف اللي التعريف ومنشوف إذا الكلمة قبلت هاي اللام معناته هاي الكلمة اسم وليست فعل إذن كلمة تسخين التسخين والتزويد قبلت اللام اللي التعريف فبالتالي تسخين وتزويد هي أسماء طالما إنها أسماء فاللام المتصلة فيها بتكون لام حرف الجر ونوعها لام السببية مش لام التعليل لام التعليل تتصل بالفعل المضارع نقول درست لأحصل على علامة كاملة لام هون لام التعليل عللت سبب دراستي الآن لو إجينا على كلمة التي هي اسم موصول الأسماء الموصولة مثل ما منذكر التي الذي اللذان اللواتي اللائي ما من هاي كلها أسماء موصولة الجملة التي تأتي بعدها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب وهي درسنا بفصل الأول الآن لو شفنا الواو في وتدفئتي والمزارع والمصانع هاي الواو اسمها حرف عطف واو العطف الذي يأتي بعدها اسم عطوف موسيقى موسيقى